بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم كلهم تابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة زي ما توقعنا تراجع الدهب وفرصة جديدة لشراء الدهب ولكن هقول لحضرتك دلوقتي على المستويات اللي تقدر تشتري عندها هنشوف مع بعض ايه هي اسعار الدهب ايه توقعات الاسعار الدهب خلال الساعات الاليلة اللي جاية والايام اللي جاية لحد يوم الاثنين القادم لما تفتح تاني الشاشة العالمية كمان هنشوف ايه المتوقع يوصل لي الدولار وهيأثر طبعا على الدهب ايه المستويات اللي ممكن اشتري عندها لو انا اشتريت والمستويات اللي ممكن اشتري عندها لو انا ما اشتريتش كمان امتى ممكن ابيع دهب يحقق منه اعلى ريت وفايدة تعالوا بقى مع بعض نتكلم في كل التفاصيل دي ولكن يا ريت لو حضرتكم اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضرتكم منا كل جديد في البداية تعالوا نشوف مع بعض ايه هي اسعار الدهب النهاردة طبعاً أسعار الدهب سواء عالمي أو محلي واضح التراجع فيها عيار 24 مسجل 3550 جنيه عيار 21 310 عيار 18 2665 جنيه الجنيه الدهب 24 880 جنيه الدولار النهاردة في البنك 27 27 47 سوري 27 الأوقية 2334 دولار للأوقية مبارح كان عندنا الدهب 2344 دولار للأوقية يعني الانخفاض النهاردة حوالي 10 دولار للأوقية طيب ليه الدهب بينخفض النهاردة هنتكلم في الأول بالنسبة للعالمي مبارح الدولار اكتسح أمام سلة العملات بواقع 104 نقطة يعني مؤشر الدولار وصل 104 وده مؤشر قوي جداً بيرتفعوا قوة وده معناه أنه فيه إقبال لشراء السندات الأمريكية وسيولة جديدة بتستثمر في الدولار والناس بتتخلى عن الاستثمار في الدهب طبعاً ده لازم يخلي أنه الدهب يتراجع وكمان بسبب قوة بيع كبرى للدهب وارتفاع مؤشر البيان التضخم طبعاً اللي متوقع أنه خلال السبب اللي بعد كده هو تراجع سعر النفط العالمي الخام برينت بيخسر جزء من ما كسبه اللي حققها خلال الأسبوع الماضي كمان فيه مؤشرات جديدة بانخفاض العقود الآجلة وطبعاً انخفاض الدولار في البنوك من 47.60 ل47.27 طيب إيه اللي متوقع خلال الأيام اللي جاية؟ طبعاً إحنا جداً شايفين أنه الدهب بينخفض عندنا النهاردة مجموعة من البيانات الاقتصادية كبيرة جداً بيان الناتج الإجمالي المحلي بيان معدل الشكاوى من البطالة بيان مؤشرات مبيعات المنازل وبيان مخزون النفط وبعد كده خطاب أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي وده بيكون مهم جداً جداً ده كله كده النهاردة لحد الساعة 7 تقريباً مساء بكرة بان شاء الله عندنا بيان التضخم اللي من أهم البيانات اللي على أساسها بشوف توجهات الفيدرالي رايحة لحد فين الشيء الوحيد اللي نتوقعه مع حضرتك من خلال البيانات دي كلها هو خطاب عضو الفيدرالي لازم هيتكلم عن سياسة التشدد النقدي وهيتجاهل تماماً كل البيانات الاقتصادية طيب في حال وجود دول خمس بيانات في حال وجود بيان والتنين سلبيين للدهب وإيجابيين للدولار هتشوف أنه الدهب بينخفض ساعتها وبسرعة هبدأ أشتري بجزء من فلوسي لأنه إحنا شايفين تجار الدهب وشعبة الدهب والمستوردين وكمان المصنعين كل الناس اللي قائمة على تجارة الدهب في مصر بدأ يصدر لحضرتك من دلوقتي إنه إنت داخل على فترة أعياد وفترة ارتفاعات بالرغم النظام حصلش العيد الماضي وإنه إحنا عندنا كساد غير عادي في أسواق الدهب بقلنا فترة طويلة ولكن برضو هاخد الكلام على محمل الجد وهشتري دلوقتي بجزء من فلوسي إحنا كنا متفقين على 3053 وكمان 3090 3110 ما فرقتش كتير هشتري بجزء واحد فقط من فلوسي جزء قبل البيانات وجزء بعد البيانات هنا حد ممكن يقول لي طيب منتظر البيانات الاقتصادية كل اللي أنا بقوله لحضرتك وأي حد وأي حد بيحللك في موضوع الدهب وبيقرالك المؤشرات العالمية والمصرية والمحلية وكل ده بيتوقع يعني في الآخر هتبقى توقعات مش هينفع أسيب كل فلوسي بسيولة في الجني المصري أو حتى دولار أو أيا كان وأعود أنتظر توقعات هي في الآخر بطبقى توقعات أعمل أنا إيه هتحوط بأول جزء من فلوسي لو أنا مشتريتش خالص قبل كده الجزء الثاني هييجي يوم الاثنين القادم ولا يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد يوم الاثنين القادم هتكون فتحت الشاشة العالمية والبيانات ظهرت وتأثير الأربع بيانات والخطاب الفيدرالي على الشاشة هتفتح على كام كمان تأثير الدولار لما نشوفه يفتح يوم الأحد القادم هيكمل انخفاض ولا هيرجع يرتفع من جديد ساعتها بقى لو كان الانخفاض قوي هاخد بجزءين اتنين ويبقى أنا كده اشتريت بتلت أجزاء واسيب الجزء الرابع بعد فترة الأعياد المستويات هتبقى كامل اللي ممكن اشتري عندها بالجزءين دول مقدرش أقول لحضرتك دلوقتي في اليوم الاثنين القادم طيب في حال الارتفاع جات عكسية والدهب بدأ يرتفع ساعتها بقى أنا أكون استفدت بالجزء اللي أنا اشتريته عنده 3100 وهعود انتظر شوية فترة الأعياد والعشرين يومات اللي اتفقنا عليهم هتعدي تماما وهبدأ أشوف تاني الدهب بينخفض هو مش الهدف انه أنا اشتريه بسرعة وبسرعة وأخلص وخلاص لا خالص الهدف انه أنا أتصيد الفرص أتدخل لفترات طويلة عشان كده ما ينفعش تكونها تحتاج الفلوس كمان كم شهر لشيء معين وتقولها اشتري الدهب وأستثمر وأضعف فلوسي لا خالص دي مضربة وممكن تيجي الناحية التانية خالص وتلاقي نفسك بتخسر من قبل من أصل المبلغ علشان كده المضربة بتكون على مسئولية حضراتكو والشراء والبيع على مسئولية حضراتكو أنا بدي لحضرتك مؤشرات يعني ممكن تكون بتكون لعشر أيام قدام ممكن تشتري من خلالها وبعد كده مش بسيبك بنكون بقى مكملين مع بعض وبنبدأ نشوف امتى ممكن أخرج من سوق الدهب ما ينفعش تخرج من سوق الدهب قبل سنة كاملة لو قبل سنة كاملة خروجك بيكون على مسئوليتك لأنه فيه ناس عصبها بتتعب وبتقول خلاص خلاص الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد اللي بيعمل كده مش على مسئولية أنا وإنما لياش علاقة بي مبارح الدولار زي ما قلت لحضراتكو اكتسحوا بصورة كبيرة جدا أمام سلة العملات كلها خلال الأيام اللي جاية ممكن نشوف كل التوقعات دي كلها بتتغير لو حصل إنه فيه أي ضربة جديدة من أي دولة أو توطر جيوسياسي أو حتى أي مفاجأة جديدة كل يوم الصبح بنصح على مفاجآت جديدة سواء محلي أو عالمي القصة كلها هنا بإننا بتتلخص إنه أنا ما سيبش فلوسي كلها في صورة سيلة ألحق بصورة هتشتري دلوقتي بجزء بعد كده أنتظر يوم الاثنين القادم وشوف هشتري هكمل شراء ولا الدهب هيرتفع فهتوقف شوية من يوم 7 أكتوبر الماضي لحد دلوقتي اتجاه الدهب الحقيقة اتجاه صاعد لكن اللي بيحصل دلوقتي ده مرحلة تصحيح طبيعية جدا ولكن برضو في الآخر هيرجع تاني الدهب يكمل الارتفاع وده هيخلي كل البنوك العالمية زي ما قلت لحضراتكم بارح في الفيديو بتاعم بارح عدلوا كل توقعاتهم للدهب من 2300 دولار للوقية لنهايات 2024 ل2500 و2600 زي بنكو في أمريكا وسيتي بنكو وبنوك تانية كتير جدا فيه بقى ناس كمان بتتكلم زي بنكيو بي اس على 3000 دولار للوقية خلال الـ 12 شهر القادمة هنبدأ نشوف مع بعض لو جات البيانات سلبية وقصر الدهب مستويات الـ 2300 دولار للوقية هينزل تحتها عند مستويات الـ 2283 وبعدها 2267 ولكن ده صعب يحصل قبل يوم الجمعة القادم وبيانة تضخم اللي ممكن يكون السبب في قوة الدهب خالص حاليا أنا عندي أسبوع مهم جدا ولكن يوم الجمعة هيكون أهم يوم في الأسبوع بعدها هبدأ أحدد لما الشاشة العالمية تفتح هشتري ولا هبيع في الآخر القرار سواء بيع أو شراء بيرجع لحضراتكم لكن خليك فاكر إن في نهايات عام 2024 دهبك هيكون في حتة تاني ولكن ده برضو مش هيكون موعد الشراء وساعتها أنبين لحضراتكم اللي ممكن تنتظروا علشان خاطر تشوف دهبك عند مستويات تانية خالص بتمنى كده أن يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يريت ما تنسوش ضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعداد كبير من الناس إن شاء الله على خير نتقابل في فيديو جديد فأمان الله اشتركوا في القناة